اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الدولة العثمانية لكن كل الاحكام حكمت بحقية الكنيسة القبطية في الملكية والحيازة ومعنى هذه الاحكام موسقة والغاية عيد القيامة سنة 1970 كان الدير في حيازة الكنيسة القبطية وعايزك تعرف ان البطرياركية القبطية لها تواجد في القدس من القرن الاثناشر ومتواجد بالسمرار المطران القبطي والمطران القبطي بحسب تقليد كنيستنا يعتبر الشخصية التالية للبابا وعشان كده هو الوحيد لما يرسم بيرسم في نفس ديوم اسقفا ثم يرقى مطرانا في نفس ديوم وده اللي تم مع المطران الحالي نيافة الانبا انتونيوس مطران الكرسي الارشاليم في ليلة عيد القيامة واللعبات مشغولين بيحتفلوا بعيد القيامة قاموا وغيروا مفاتيح الدير واحتلوا الدير وصارت الدير هناك يسكنوا رهبان اسيوبيين رغم انه دير قبطي ولما تزوروه تلاقوا فيه كل ملامح الكنيسة القبطية اترفعت محاك اترفعت قضايا في المحاكم الاسرائيلية واتحكم فيها بأحقياتنا في هذا الدير والزعم الحكومة الاسرائيلية بتسليم الدير للكنيسة القبطية وفضلة الاحكام ده هي موجودة ولكن لم يتم تطبقها على ارض الواقع وفضلة الامور معلقة والدير اهميته انه في مدخل المطرانية هناك وكنيسة القيامة وفضل المطران القدس سواء المطران الحالي نيافة انبا انتونيوس او المطران السابق المتنيح انبا ابراهام او الاسبق المتنيح الامور باسيليوس ظلوا يطالبوا بهذا الدير ولكن وتعملت محاضر كتيرة يعني سلسلة من الاجراءات كتيرة عبر الخمسين سنة اللي فاتت رغم المضايقات اللي وجدوها الروهبان اللقابات احنا لنا ديورة طبعا ولنا كنيس هناك في القدس وقصت لبعض الاعتداءات وتقدمت محاضر كتيرة في الشرطة هناك وزي ما بقول لحضراتكم انه هوية الدير هوية قبطية من حوالي سنة او اكتر قليلا اتقدم بطرك الروم الارزوكس في القدس وقال تعالوا تعالوا الكنيسة الابطية رهبانها الكنيسة الاسيوبية ونعمل عملية مصالحة والامر اتعرض علينا هنا وفقنا على الفور وشكلت لجنة اللجنة دي فيها عدد من المطارنا والاسافة نيافة انبا انتونيوس مطران الكورسو الارشاليمي ونيافة انبا رفائيل سكرتير المجمع المقدس السابق كان وقتها السكرتير ونيافة انبا يوسف اسقف جنوبي الولايات المتحدة الامريكية والانبا بيمن اسقف نقادة والاستاذ ممدوح فليب والاستاذ كامل ميشيل والاستاذ عزة دانيال عملنا لجنة ورحوا هناك علشان موضوع التفاوض في الامر ده وطبعا حضر محامي من الكنيسة القبطية هناك موجود ويا الاباء الرهبان الوافد القبطي المصري والوافد الاسيوبي وحضروا اعضاء السفارتين السفارة المصرية بتاعتنا فتالة ابيب والسفارة الاسيوبية وحضروا اياهم ممثل عن وزارة الاديان الاسرائيلية ووزارة الداخلية وكل ده كان في ضيافة الباتريارك ساوفيروس باتريارك الروم الارزوكسي في القدس واحنا ظننا ان بالتجمع الهادئ ده ممكن ان المشاكل تتحل ولكن الحوار اللي كان فيه هذه المفاوضات لم يكن حوارا محايدا كان دايما مائل للجانب الاخر والحوار ده هوت كان بسبب طلب ترميم هذا الدير الترميم طبعا هي القصة طويلة اوي بس انا بحاول يعني امر عليه كده مرور الكرام وترميم الدير مفروض نقوم به احنا كنيسة الابطية واحنا كنا على استعداد وفعلا عملنا لجنة مهندسين واسادزة يروحوا علشان يشوفوا عملية الترميم وقلنا ان الترميم ده هيتم على حسابنا وابتدينا نبعث ونطالب ان احنا ندخل الدير علشان نرميمه ولكن وحتى قلنا ممكن يترمم تحت اشراف اليونسكو كهيئة دولية لكن الاجتماع انتهى او الاجتماعات انتهت على لا شيء وقدمنا هذه الطلبات ولم يتم الرد عليها لغاية اكتوبر 2016 شكلنا اللجنة الهندسية وكان فيها نيافة انبا مكاري الاسقف العام هنا في القاهرة وهو اصلا مهندس ويا مجموعة من الاستشاريين وراحوا علشان يشوفوا امكانية الترميم وده بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية واخترنا الحقومة الاسرائيلية على وصول الوفد الهندسي عايز اقول لكم ان القضية مش قضية الكنيسة دي قضية مصرية لان الدير هو دير مصري صاح يخص الكنيسة الابتية لكن الكنيسة الابتية هي في المجتمع المصري وجزء في المجتمع المصري وده اللي خلى الخارجية المصرية وكل القيادات فيها تهتم بالامر جدا والقيادة السياسية برضو في مصر مهتمية يعني للنهاية في هذا الموضوع وصل الوفد حاول يخش دير السلطان رفضه وكانت الشرطة الاسرائيلية موجودة من بداية وصول الوفد لكن الوفد لم يسمح له اطلاقا بدخول دير السلطان للمعينة ويشوفوا اجراءات الترميم هتتم ازاي وزارة الخارجية المصرية السيد الوزير والسفير المصري في اسرائيل عملوا مجموعة من الاجتماعات الدبلوماسية والحكومية علشان كيفية استرجاع هذا الدير للكنيسة المصرية وتشكلت لجنة تانية من الاسافة واندم ليها ابونا انجيلوس النقادي وده الكاهن الراهب المصري المقيم في اسيوبيا وراحوا قبلوا قداسة البطريارك الاسيوبي ابونا متياسي الاول ومعاه سكرتير المجمع المقدس الاسيوبي ومدير البطرياركية الاسيوبية واتناقشوا في الامر لعمل شكل من اشكال المفاوضات وتقديم المستندات لكن الحقيقة لم يتكن هناك اي اجابة على هذا الامر على الاطلاق وانتهى الاجتماع بلا شيء حاولوا مرة تانية مع حضور نائب وزير خارجية اسيوبيا ووزير الاديان الاسيوبي ورئيس وعضاء مجلس قبائل كل اسيوبيا لمحاولة منقشة الامر لكن لم يتم شيء على الاطلاق وطبعا في يوم 10.10.2018 يعني من حوالي اسبوعين وصلت رسالة شفاهية من وزير الاديان الاسرائيلي بقرار رئيس الوزراء في اسرائيل بترميم الدير عن طريق الحكومة الاسرائيلية دون اي تنصيق مع الكنيسة المصرية ورفض عرضها السابقة وبعتوا له كده بعتوا للمطران الابتي قالوا له كده نحن نخبرك ولكننا لا نستأذن منك فالموقف كان شديد وابتدت الحكومة الاسرائيلية تعلن علانية بصورة غير محايدة عن موقفها في الموضوع ده بعتنا في يوم 20 يعني من 4 ايام بعتنا خطاب عن طريق المحامي الكنيسة القبطية بالاعتراض وعدم الموافقة على هذه الرسالة الشفاهية من وزير الاديان وجددنا طلبنا بان احنا نقوم بالترميم وحفظ حقوق الكنيسة القبطية يوم 22 يعني اول انبارح اتصال تليفوني من سفارتنا في تل ابيب اتصلوا بنيافة المطران امبا انتونيوس وقالوا له ان اسرائيل تعزم دخولها الكنيسة للترميم باي صورة من الصور يوم 23 امبارح الساعة 6 الصبح تم اقتحام الكنيسة من قبل البوليس الاسرائيلي للبدء في اعمال الترميم وتركيب الشدات المعدنية قامت الكنيسة الابطية ممثلة في نيافة المطران والاباء الرهبان وبعض الاقباط بعمل وقفة احتجاجية سلمية قدام المكان هناك قدام باب كنيسة الملاك بدير السلطان بيعلنوا ان الامر مش مقبول طبعا لكن النهاردة 24 24 الساعة 6 الصبح بعنف دخل المهندسين والعمال واستخدام القوة مع المحتجين وطبعا شفتوا صور وفيديوهات وشفتوا حاجات زي كده فيها انتهاك لحقوق الإنسان وفيها تعطيل عن ممارسة الشعائر الدينية لأفراد الكنيسة الأبطية طبعا هناك مجموعة من الاجتماعات أنا بنتهز الفرصة دي علشان أحيي جهود وزارة الخارجية المصرية وأعضاء السفارة المصرية هناك في تل أبيب والأجهزة المعنية بالأمر ده الاتصالات بتاعتنا في الفترة اللي فات كانت تقريبا شهرية واتصالات تليفونية بالسمرار لمتابعة الموضوع وبيننا وبين نيافة الموتران الآن بأنتونيوس اتصالات مستمرة بأنها ثلاثة أيام على كل التفاصيل ورسائل يعني آخر رسالة بعتها لي النهاردة الصبحية وردت عليه طبعا كان فيه رسال قبلها بمستمرار وبنتابع الموضوع وبنصلي طبعا الكنيسة الإسيوبية كنيسة شقيقة وأخت لينا وما نحبش أن يكون فيه موضوع يعكر العلاقات معنا بخصوص هذا الموضوع نفسنا طويل قوي من خمسين سنة بنحاول وواثقين أن الله في الوقت المناسب ممكن يحل المشكلة دي لأن كل المستندات وكل الحقوق واضحة ويانا حكم المحكمة الإسرائيلية العليا بقى حقية هذا الدير لكن أنتو عارفين طبعا وفاهمين لما الأمور بتاخد منحة سياسي بتبقى خارج نطاق القضاء ونطاق المنطق والعقل لكن نحن واثقين في رؤية محايدة لهذا الموضوع وربنا بصلاواتكم كده يتمموا بخير وبقدم الشكر لكل اللي بيتعبوا فيه وبنشوف هيوصل الموضوع لغاية إيه لغاية دلوقتي أحلالينا راهب واحد قاعد في الدير مصري والحقيقة راهب يحتمل كثيرا في وجوده هناك وهناك الباترياركية مع نيافة أمبا أنتونيوس والأباء الرهبان بيحاولوا برضو يتعاملوا في الأمور كده بحكمة وبهدوء لعل الله يمد يده ويحل الأمر بصورة طيبة وأنا أتمنى وأناشد كل الجهاد سواء وزارة الأديان الإسرائيلية سواء الكنيسة الأسيوبية سواء وزارة الخارجية المصرية سواء صفارتنا هناك وهي طبعا بتتابع الأمر بشدة وناشد كل الأطراف ده هي أن الأمر يتحل بصورة عقلانية وصورة هادئة ولا تكون هناك أي نوع من المتاعب أو الأضرار لأي طرف بنصلي من أجل أن يصنع الله هذا الأمر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر